يواجه الأشخاص دول إعاقة في قطاع غزة صعوبات بالغة واستصراع المستمر بسبب صعوبة الفرار أو الإجلاء بما قد يهدد حياتهم وفقاً للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص دول إعاقة وارتفع عدد الضحايا الذين يعانون من إعاقات جسدية في قطاع غزة إلى أكثر من عشرة ألاف نصفهم من الأطفال الذين فقدوا أحد أطرافهم أو أكثر بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نفسي أعمل معرض كبير وأرسم كل رسوماتي وارجيهم أنا محب للحياة والطبيعة وحتى الحمامة برسمها كلهم أنا برسم خمسة حتى الحمامات برسمها على هو أولاد وخمسة خمس حمامات كلهم أنا مديش تهميش أنا بدي أنا الكل يسمع كل يكون ضد الحرب يكل يساعدني كي أعيش زي باقي للناس صارت أياتة ضربة أياتة إشي أنا مش ملاحقة بدي ألاحق ألاحق زوجي ألاحق ألاحق أولادي أنا بلا مليمهم كلهم بسريع أنا صار معي موقف طبعاً أنا نسيت الولاد وأخذت الزوج في الحرب وفي الخبط أنا يعني ما كنتش مسوعبه إشي يعني أخذت ابني أخذت الزوج وخليت ابني ويعني أنا خوفت إنه يصير أياتة ضربة هيكت قريبة ما قدرتش أستاه يعني أنتبه لأله وأنتبه لأولاد أنتبه يعني للضرب اللي بصير حوالينا عندي عاقة حركية أجلت سير تعاني أكتر يعني في التنقل من مكان لما كان من نزوح لنزوح يعني غلبة أكتر وأكتر كمان وتركت أثر كبير يعني صعب نتنجل كتير اللي زينا والتأهيل بقصة الأطراف والعلاجات والأدوية هذا غير متوفرة خالص أتركوا في القناة أتركوا في القناة أتركوا في القناة